زي ما شفنا كابتن ياسا صلاح سريعا جدا وقال ان الموسم ده موسم صعب موسم صعب لكن انا بقول ان هو مش صعب على بناتنا مش صعب على سيدات كرة اليد لان سيدات كرة اليد معودين النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي على البطولات تمناهم التوفيق بإذن الله فعلا الروح والعزيمة والإصرار اللي عندهم هو ده اللي احنا عايزينه في المرحلة اللي جاية هنسيب كرة اليد سيدات وهنروح لكرة اليد لمصر القرعة والقرعة بطولة افريقيا المؤهلة لتوكيو عشرين عشرين القرعة دي تعملت في تونس او البطولة تقام في تونس من ستاشر لستة وعشرين يناير القادم اكيد لازم قبل ما نبدأ فيه اشادة لعمل القرعة من الاخوة التونس نشكر الاتحاد كله التونسي او الجامعة التونسية الكرة التلدي برئاسة الكابتن مراد المستيري لانه عمل قرعة صراحة قرعة جميلة جدا حسن تنظيم حسن اداء الناس حسن الكلام كل حاجة القرعة فعلا مصر بدأتها في عشرين ستاشر بقرعة عالمية وفعلا بدأت تمشي وراها المنتخبات حتى كان الناس كلها بتقول ان مصر نظمت بطولة قوية جدا في عشرين ستاشر لكن برضو نفس الكلام تونس ان شاء الله بإذن الله تنظم بطولة كويسة لها على ارض تونس مصر نزلت في المجموعة الاولى بس القرعة اول مرة في تاريخ كرة اليد في افريقيا سبعتاشر منتخب يشارك في بطولة افريقيا انا عن نفسي وانا بلعب ما شفتاش لكن سبعتاشر منتخب اربع مجموعات بطولة افريقيا كبار رجال اولا ده حاجة كويسة جدا من الاتحاد الافريقي ان هو يشارك بكل الاعداد ده لكن لازم نقول له نقطة نقلل المنتخبات عشان يبقى فيه منافسة لان الادوار التمهيدية تقريبا تجزمها ان فيه اربع فرق يوصلوا اذا كان مصر تونس انجولا وفرقة تطلع الجزائر المغرب ايا كان خلينا نبص على القرعة لانها قرعة مهمة جدا لان القرعة دي هتوصلنا ان شاء الله التوكيو الاول على طول من القرعة دي يوصلتوكيو جروب ايه جروب ايه فيه اللي هو منتخب مصر موجود فيه مصر مع الكونغو الدمقراطية وكينيا غينيا وكينيا لان غينيا جاي في الماركة تصنيف التالت المجموعة التانية انجولا الجابون نيجيريا ليبيا المجموعة التالتة مجموعة اللي اخترتها المنتخب التونسي اختار المجموعة دي اللي فيه تونس والكاميرون وكود فوار ورأس الاخضر المجموعة الاخيرة والمجموعة الرابعة المغرب الجزائر كونغو برازافيل والسنغال وزنبيا بكده زي ما احنا شايفين قدامنا المجموعات المتواجدة قدامنا على الشاشة مجموعات شوية فيها منتخبات كتيرة لكن المجموعات صعبة جدا هيتأهل من البطولة دي او المنتخب يسافر على طول دايرت لتوكيو لكن فيه حاجة مهمة التاني منتخب بيروح يلعب التصفيات الاولمبية اللي هي بتتعامل في شهر اربعة اولا بيتمنى منتخبنا التوفيق لان منتخبنا النهاردة على الارض الواقع هو اعلى من تولوس اخر بطولة عالم منتخب مصر للكرة اليد كسبان تولوس تقريبا عشر اهداف منتخب شباب منتخب ناشين كسبانين تولوس بنتيجة ست سبع اهداف فالفارق يتسع بيننا وبين المنتخب التونسي الشقيق لكن فيه نقطة مهمة جدا مصر بسبب وجودها في احسن ثمان دول في العالم هتخلي اتنين من افريقيا يخشوا التصفيات الاولمبية بمعنى ان اول فرقة هتأهل على طول لو هي مصر هيخده التاني والتالت لو هي لان مصر حجزت مكان اريدي في تصفيات الاولمبية اللي هي اول سبعة في العالم اول منتخب ليكسب كاس العالم يسافر للاولمبيات دايرك ياخده من التامن من التاني للتامن يلعبوا دول سبعة فرقة ياخدوا دول سبعة منتخبات وخمس منتخبات بياخدوا تواني الخمس قرات بس بما أن مصر حجزت مكان في التصفيرات الأولمبية التامة للعالم مصر إن شاء الله لو كمان لو تأهلت هاخده التاني والتالت من أفريقيا بإذن الله دي كان حاجة مهمة جداً كل أمناتنا طيبة لمنتخب مصر بإذن الله لأنها بطولة مهمة والتأهيل إلى توكيو 2020